بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نتكلم مع تلاميذ تلك 4 يماني موين السنة الرابعة متوسط سأقوم بعمل معكم ملخص البخبيت خيمسخي يعني واش درتو في الثلاثي الأول من أجل التحذير للإختبار نبدأ بكمبيانسيون ديكري سأيه فهم المكتوب خلاص compréhension ديكست هادو الاسئلة المتوقعة باش دينا في الكمpréhension كيفاش نجاوبوه السؤال الأول كالي لتهم ديكست دانك لتهم ما هو موضوع النسل لتهم ديكست يعني موضوع النسل موضوع ديكالي لاتيز ديفوندو بارلوتر يعني هنا نشوفو هاد لاتيز لاتيز هي الأطروحة وهاد الأطروحة وش معنتها؟ ما رأي الكاتب حول الموضوع لأنه لاتيز وشتهي هي الموضوع زائد الرأي اللي هو الابينيون يعطيني لاتيز سابد يغي هي رأي الكاتب حول الموضوع هذا اللي را تلمير يقرأ فيه نفو نفوتو تخوازيام كيستيون اللي ممكن تجينا شوفو ما يملح هنا وش را عندي؟ را عندي شوازي لابون غيبونس هذي شوازي شوازي هذي اختر الجواب الصحيح لانا نعرفوها نقع مزمان سايي دون ستكس لأطر في هذا النص الكاتب أو المؤلف عندي واحد دكري يصف راكانت يحكي اكسبليك يشرح في لبرمي تخي ما استيبعو ما يملي توجور عدنا ان تكس ديسكريبتيف الى ماذا يصفو سايي؟ يعني هنا عندي مسر دايما هي نصوص وصفية حجاجية سايي؟ يعني توصف مكان مغين مثلا وتقدم الحجة سايي؟ نفوتو ل سنكيام كيستيام غلاف دي تكست استخرج من نص هذي كذلك لانا نعرفوها نستخرجو على هنا وشرا عدنا؟ غلاف دي تكست لكونكتر روابط عدنا آن كونكتر دي ديفلوبمو وعدنا آن كونكتر دي لا كونكتر لزي هذو تلقوهم دايمن يعني روابط تعالعرض وشرا كيل عدنا روابط وروابط نتاع الخاتمة نجو نتكلمو شوية على الروابط نتاع العرض هذي لكونكتر دي ديفلوبمو وشي كونو بار اغزمبل عدنا نلقو دايمن قلنا نلقو هنا لزارجمو الحجج ناجد دايمن الحجج نتخوف لزارجمو تاسو هش هذي بان في ما يخص الروابط عندي مثلا دابور انسويت پو هذو بقا يكونو في الو ديفلوبمو نجو دورك لكونكتر دي لكونكتر هنا رحين اكدو لكونكتر اللي رانا فيها لكونكتر اللي رحين نديروهم بيانسو روابط عدنا بارعزمبل انفن او فنالما سا يه بار كونكتر سا يه كين بزب ستا دير ولا pour كونكتر ثاني نجو نديروها اللي هي الخاتمة نجو نشوفو مع الانترودكسيون اللي هي المقدمة وش نلقو فيها نلقو لاتاز اللي هي الأطروحة وعدنا اللوتام اللي هو الموضوع هنالترودكسيون هادو هادو وش يكون معا لا تاز اللي هي الأطروحة نلقو فيها وجهة نظر الكاتب او المؤلف بوين بوين دو ولا أوبينيون ولا آذيك يعني اللي وجهة نظره تعالكاتب لتام اللي هو الموضوع اللي يتكلم عليه كما هنا عدنا في المنتر زيارة منطقة يعني المنطقة اللي يكون يذكورها ساي اللي هي وجهة نظره في هذي المنطقة تفهموا معا يملي نجو لديفلوكم العرض نلقو لز ارغمان الحجج علاه عنده رأيه في هذي يبرر رأيه يعطينا الحجة ويستعمل هذي كونكتور عدنا دابور انسويت پو انفا يعني يكون يستعمل البعض منهم ولا يستعمل كامل هذو نجو للكونكوليزيون اللي هي الخاتمة لغيافيرماشن دلاتيز وش معنتها يعني التأكيد على هذي الأطروحة في الخاتمة دايمن الأطروحة اللي كينا نأكدو عليها جاي من أفيرمي غيافيرمي نعودو نأكدو عليها وباش تبدأ هذي للكونكتور دايمن باش يخبرنا بلينا في للكونكوليزيون أوبينيون أو لاتيز وش تاهم دانك نشوفهم راح نعرفو يعني درنا عملية حسابية باش التلميذ يعرف وش رح يكتب راح نوصلو لاتيز باش نوصلو لاتيز باش نوصلو لاتيز اللي هو الموضوع مثلا هنا اخترت المدينة اللي يتكلم عليها الكاتب ولا التلميذ في تعبيره مثلا أغ خلاص لوبينيون يعني يعني الرأي بل هذي بداية باش نلخص لكم ونفهم التلميذ ونسهلوا شوية الموضوع المرة القادمة ان شاء الله راح نطبقوا هذا المفاهيم على السيجي نتمنت ان شاء الله تكونوا فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة